السلام عليكم شباب اليوم بدأ احكي لكم عن سيارة مميزة جدا 2023 تويوتا فوررنر زي ما انتم شايفين الشكل مألوف لتويوتا فوررنر لانه هاي السيارة طلعت في الـ 2015 وظلت في نفس الشكل لـ 2023 بس هاي مش اي فوررنر عادية هذي نسخة TRD Pro فوررنر يعني مجهزة في فعاليات ومجهزة في مواصفات للطرق الوعرة هاي اكثر سيارة قادرة على الطرق الوعرة هي سيارة تويوتا فوررنر فخلينا احكي لكم شوية عن السيارة من جوه من بره واحكي لكم ايش اللي بفرقها عن تويوتا فوررنر العادية مثلا واذا ما اشتركت في القناة اضغط زر الاشتراك حتى توصلك اخبار سيارات باللغة العربية جديدة بالكامل وخلينا نبلش طيب شباب من الشغلات اللي بتميز تويوتا فوررنر تي ار دي برو هو هذا اللون اللي بيجنن صراحة اللون بسموه سولر اوكتان لون برتقالي غامق عندك كمان القريلة تويوتا الكلاسيكي بتكتب كلمة تويوتا مكتوبة امامك عشان تعرف انه هاي سيارة تويوتا فوررنر جاي قدامك تفتح لها طريق على طول عندك عجال بيشبه نظام البي بي اس تقريبا حجمهم 17 انش اعتقد برضو مجهزات في اطارات افرود وفاكس شاكس يعني فاكس شاكس معروفة من افضل السسبنشن ومن افضل انظمة الدعمات للطرقات الوعرة عندك درع تي ار دي صراحة جميل جدا لونه مثل السيلفر مثل الفضة عشان يحمي المحرك من تحت لما تطلع افرود عندك رانينج بورس طبعا او حفة عشان تطلع السيارة عندك الباجة وسلة طبعا من فوق هذه سلة متينة جدا مش زي اي رف علوي ولكنها يسلم وكنت تحط عليها اي شي مثلا شنتات ثقيلة وما الى ذلك الباج تي ار دي كل الباجات طبعا باللون الاسود او باللون الاحمر تي ار دي برو عشان خليك تعرف ان هاي السيارة شغل طرقات وعرة بحت بالكامل طبعا فتحت الاكزاست برضو عليها تي ار دي طبعا من المواصفات الجميلة هذه السيارة صراحة اللي هو الشباك اللي بنزل باور كبسة من جوه بتنزلك بتطلع لك الشباك هذا فعلا هاي من اجمل مواصفات مميزة ما بتلاقيها تقريبا الا على سيارات السكويا والتندرة اعتقد ما في اي سيارات ثانية فيها مثل هذا المواصفات خاصة تبعا الشباك اللي بنزل باور كهربا يعني بتصير زكي انه سيارة ترك يعني ممكن انك تحمل فيها شغلات كبيرة او طويلة بتحطها نزل الشباك وبتقول يا رب وبتتوكل على الله ففعلا يعني هاي من الشغلات انا يعني شخصيا عندي سيكويا وكان عندي تويوتا فورنر وكنت اعشق انا فعلا بعشق هذه الخاصية لانه بتسمح لي اني فعلا احمل فيها شغلات طويلة شغلات كبيرة لما اطلع اخيم مثلا بدي افتح الشباك لما اكون ماشي على الهايوي يعني فعلا انه يكون واحد عنده شباك بفتح من وراء زيك انه سيارة كشف بتصير اه طبعا من الشغلات الجميلة ايضا انه سيارة تويوتا فورنر مش بس سيارة افرود وطرقات واعرية ولكن هي سيارة برضو للتخيم يعني شوف كيف الكراسي عندك بنطوب الكامل من جوه ممكن فعلا انك تحط فرشة حجم تون سايز وتنام فيها وتخيم يعني زي كانه سيارة هي عبارة عن مخيم صغير طبعا تويوتا فورنر من الداخل الاشي العجيب انه من الموديل الثمانية وتسعين يا شباب الى الان والطريقة انك انت تثني الكرسي هي نفس الطريقة ما اختلفت يعني تويوتا اخذت كلمة انه اذا الاشي مش خربان لا تصلحه لمرحلة ثانية صراحة وهذا الشي بعشقه في سيارة تويوتا سيارات بسيطة وبنفس الوقت عملية يعني شوف كيف هاي نفس الطريقة بالضبط انك انت تطوي الكراسي على تويوتا فورنر موديل الثمانية وتسعين وبرضو كان عندي وحدة 97 و98 نفس الطريقة ما اختلفت بالضبط نفس القواعد نفس طوية الكرسي نفس طوية الظهر تبع الكرسي نفس الشي بالضبط تماما وهذا اشي بعشقه سيارة الفورنر هي سيارة قديمة ولكن بنفس الوقت سيارة قادرة عندها قدرات سيارة قوية وبنفس الوقت سيارة بسيطة وسهل ان الشغل عليها سهل وصيانتها سهل جدا وهذا هي شي يعني البساطة هي السر فهذا هي الريفيو طبعا لا تنسوا انه تضغطوا زر الاشتراك على سيارة الفورنر طبعا غير عن هاي المواصفات كلها برضو سيارة مزودة بنظام الام تي اس اللي هو مالتاي تيرين سيليكت بخليك تسمح لك انك تختار نظام الافرود اللي انت بدك اياه حسب انت وش وين كنت رايح على الجبل على الثلج على هذا وفي عندك برضو نظام الكرول كونترول هذا الكرول يعني تسلق الصخور برضو تختاره بصير الار بي ام العزم المحرك يعني على الواطي يشتغل عساس انه تسلق الهذا طبعا فيه كمان مواصفات كثير للافرود مزودة فيها سيارة الفورنر بس مش رح نقدر نغطيها بهذا الفيديو اذا عجبكم فيديو شباب لا تنسوا تضغطوا زر الاشتراك وزر التفعيل الجرس واعملوا لايك وللمرة القادمة والسلام عليكم